اشتركوا في القناة السيدات والسيدة الحضور الكرام اسمحوا لي من قلب العاصمة الإدارية الجديدة أن أتشرف بوجودي مع حضراتكم في مستهل الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 والذي اقترحنا له عنوانا باسم خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنفسية هذا المؤتمر الذي يأتي في خضم أزمة عالمية لم تشهدها دول العالم منذ 80 سنة أي منذ الحرب العالمية التانية والذي يتابع فينا كل يوم اللي بيحصل النهاردة بيشوف أن كل الحكومات للدول المتقدمة والقوايا اقتصادياً وأيضاً الدول الناشئة بيصارع من أجل النجاح وضمان استقرار بلده مصر ليست بمنأة عن هذه الدول بل بالعكس مصر سنفت من كل المؤسسات الدولية كوحدة من الدول التي كانت أكثر تأثراً بهذه الأزمة العالمية الكبيرة وإدراكاً من القيادة السياسية بأهمية أن نضع معاً خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري تشارك فيه ليس فقط الحكومة ولكن كل الخبراء والمتخصصين ومجتمع رجال الأعمال والأحزاب السياسية فقد جاء تكليف فخامة الرئيس للحكومة بتنظيم هذا المؤتمر لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري والخروج بخارطة طريق واضحة لهذا الاقتصاد خلال الفترة القادمة وخارطة طريق دي لازم تشمل جزئين جزء للتعافي من الأزمة قصيرة الأجل اللي هي الأزمة العالمية ولكن أيضاً يكون معها حلول لبعض المشاكل المزمنة اللي موجودة لدينا واللي حيبقى أكيد حلولها محتاجة تحرك على المدى المتوسط وطويل الأجل والحي يمكن إحنا كحكومة منذ بداية الأزمة ومن قبلها حرسين كل الحرص على متابعة ما يكتب عن مصر سواء في الخارج أو الداخل وبنتابع كل مواقع التواصل الاجتماعي وبنشوف أراء المصريين وبنسمع في البرامج الحوارية اللي بيتقال من الخبراء والحي يمكن إسمحولي أقولها بمنتال أمانة إن وجدنا أحياناً إن بعد هذه الأراء مش مبني على معرفة دقيقة بواقع وأحوال الاقتصاد المصري وإن ولا الأرقام الحقيقية اللي بتعكس واقع الاقتصاد المصري وابتدينا بنسمع وبشوف من واقع التواصل الاجتماعي إن مصر في أسوأ أزمة ممكن إنها تمر بيها وبنشوف كلام كتير جداً وتخوف من شبابنا ومواطنين على الأزمة اللي موجودة وحرصوهم على بلده وعشان كده يمكن قلت أو قلنا كحكومة إن هذه الجلسة الافتتاحية عشان نقدر إن إحنا نتحرك نحو خريطة الطريق للمستقبل مهم جداً إن إحنا نعرف واقع اقتصادنا كان شكله إيه نعرف إحنا كنا فين في الماضي وبقينا فين دلوقتي عشان لما نبني حلول للمستقبل تبقى مبنية أولاً على قعدة معلومات كلنا عارفينها وعن واقع عارفينه وعن تحديات كلنا نتوافق عليها ومن هنا وجدنا إن أفضل شيء عشان نعرف كيف كنا وأين نحن الآن إن إحنا نعمل تحليل واستقراء للاقتصاد المصري على مدار الأربعين سنة الماضية والحقيقة لما رجعنا لأربعين سنة وجدنا إن هذا المؤتمر الاقتصادي اللي دعا عليه في خامة الرئيس هو المؤتمر الرابع على مدار الأربعين سنة الماضية والحيمكن اسمحولي هنا إن أنا قلت إن إحنا نستغل مخرجات هذه المؤتمرات الاقتصادية عشان نحلل ونشرح وضع الاقتصاد المصري إيه؟ وإحنا وصلنا لإيه بعد كل مؤتمر منه عشان لما نيجي النهاردة نخرج بتوصيات من مؤتمرنا نبقى بنضع حاجة واقعية كلنا نبقى حاسين إن دي قابلة للتنفيذ لإن هو ده الأهم فالحيمكن اسمحولي في الجزء الأول من العرض إن أنا أحلل مخرجات مؤتمرين مهمين جدا لمصر المؤتمر الأول أطلق عليه المؤتمر الاقتصادي الكبير سنة 1982 والمؤتمر الثاني هو مؤتمر مصر المستقبل 2015 وليه اخترنا المؤتمرين دول لأن واحد منهم الحقيقة كل واحد فيهم كان جاي ومصر في خضم ظروف استثنائية جدا مؤتمر 1982 مصر كانت خارجة طبعا بعد حرب 73 ونصر أكتوبر والدولة المصرية كانت خارجة من اقتصاد كان مثقل بمشاكل هائلة في هذه الفترة حصل توجهات اقتصادية معينة كان سياسة الانفتاح الاقتصادي حصلت بعض الأزمات السياسية التي انتهت باختيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات وتولي الرئيس الراحل حسين مبارك زمام الأمر 2015 احنا كنا خارجين من أزمات سياسية شديدة العنف 2011-2013 في خضم موجة إرهاب لم تشهدها مصر من قبل وكانت الدولة بدأت أولى خطوات الاستقرار السياسي وكانت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا المؤتمر لكي يناقش أوضاع الاقتصاد المصري وكيف ننمو بالاقتصاد المصري فاسمحوا لي أن احنا في الجزء الأول نستعرض ونحلل كيف كانت مصر في وقت هذه المؤتمرات وإيه المخرجات من هذه المؤتمرات بالزبط الحي يمكن أن أعرف أن نحن مصر دولة شابة وأكتر من 60% من شبابنا يمكن عنده 40 سنة أو أقل وبالتالي الصور اللي قدام حضراتكم ممكن كتير جدا من شبابنا أو حتى عدد كبير من الموجودين في القاعة ما شافوهاش لكن يمكن الكبار شواهي في السن يفتكروا من أيام شبابهم وطفولتهم هذه الصور الصور دي ببساطة شديدة زي ما أحراكم بتشوفوا في هذه الفترة وأنا جبناها الحقيقة من أرشيف جريدة الأهرام الفترة ما بين 78 إلى 81 مشكلة ناقص النبيب البوتجاز والطوابير الكبيرة جدا شكل الأوتوبيسات ومنظومة النقل الجماعي اللي كانت موجودة المستشفيات بتاعتنا وشكل الأسرة اللي كانت موجودة التزاح ومصطفاف المواطنين أمام الجامعيات الاستهلاكية لمجرد أن هم ياخدوا أي سلعة رئيسية ممكن أنها تتوافر ويمكن لو حد فينا بعضنا أكيد بيتابع بعض الأفلام الدرامية والكوميدية اللي كانت بتتعمل في هذا الوقت كانت بتصخر من موضوع طوابير الجامعية وأن الناس بتجري هناك وبتقف عشان تحصل على أي حاجة حتى لو كانت صابونا وده صورة أخرى لشكل السكة الحديد في مصر كانت موجودة زي والحقيقة يمكن كان أيضا هناك يعني ودايما الشعب المصري بيلجأ إلى الكوميكس عشان يعبر عن نقده لواقعه وعدم ثقته في يمكن في الوقت ده في تصريحات المسؤولين يمكن على الشكل اليمين كان فيه تصريح بيقول إصلاح تليفونات القاهرة في يونيو القادم والمنظر اللي تحت جنازة شايلة تليفون المواطنين ماشيين فيها تعبيرا عن عدم يعني مصداقية هذا التصريح اللي كانت بتطلعوا الدولة مشكلة الصرف الصحي كانت موجودة في الأحياء الرقية والأحياء الشعبية كل الأحياء كانت غرقانة صرف صحي وشكل المدارس بتاعتنا والفصول اللي كانت موجودة في هذه الفترة الحقيقة دا دعا الرئيس الراحل إلى طلب عمل أو عقد مؤتمر اقتصادي كبير ودعوة للحوار وإبداء الرأي هذا المؤتمر شارك فيه أربعين خبير اقتصادي أنا حطت بس ثور بعد هؤلاء الشخصيات العظيمة اللي أثرت في تاريخ مصر وتولت مناصب قيادية في مصر كانوا موجودين في هذا الوقت ومشاركين كخبراء اقتصاديين في هذا المؤتمر التاريخ اللي قدام حضرتكم أن هذا المؤتمر عقد على مدار ثلاثة أيام من 12 إلى 14 فبراير 1982 وكان العنوان الرئيسي الخبراء يدعون رشدة لمشاكل مصر الاقتصادية هدفه كان أن يتم منقشة الوضع الرهن للمشكلة ووسائل تصحيح المصال الاقتصادي ووضع استراتيجية للتنمية للمرحلة القادمة والحقيقة يمكن أن هذا المؤتمر لديه وثائق شديدة الأهمية بتفصل الاقتصاد المصري بالتفصيل وابتضع مقترحات ويمكن أننا حصلنا على النسخة من هذه المقترحات حجم وثائق بهذا الشكل والحقيقة يمكن أنها ركزت وخرجت بأن هناك عشر مشاكل وتحديات رئيسة هي التي توجهها مصر والاقتصاد المصري اسمحوا لي أن أستعرضها مع حضراتكم وكل واحد فينا يشوف مدى هذه المشاكل وإيه اللي فاضل ومستمر معنا حتى هذه اللحظة المشكلة الأولى كانت قضية الانفجار السكاني وكان العنوان أن زيادة السكان بالمعدل الحالي أنا أتكلم في 82 ستبتلع كل الموارد وخطط التنمية ولا يمكن رفع مستوى معيشة الأسرة إلا بالتنظيم مصر كان عدد سكانها في الوقت ده 44 نحن النهاردة بالمصطفة بعد 40 سنة نحن 104 يعني زدنا 60 مليون مشكلة الإسكان كانت مشكلة هائلة في هذا الوقت وكان هناك تم العنوان بناء الاحتياج لبناء 8.5 مليون شقة على مدار 20 سنة وإن المفروض أن الدولة توفر نصف مليون وحدة لمدة 20 سنة عشان تقدر تحل هذه المشكلة ولكن يمكن أنا مش عارف السطر الأولاني بالخط الصغير أرجو نحرككم تقرؤه الهدف هنا هو توفير مسكن ملائم ومنع انتشار ظاهرة العشش اللي هي كانت بدأت تظهر منذ السبعينات في مصر موضوع الدعم والحاجة إلى ترشيد الدعم وسعر الصرف المتقلب وإن المؤتمر بيطالب حرية التعامل بالنقد الأجنبي في وقت كانت كل مخصصات الدعم لا تتجاوز المليار ونص علاج عجز الموازنة وإن هناك عجز شديد في الموازنة وإن الدولة يعني لو نقرأ الكلام الموجود التوصيات بتستهدف إصلاح مالي ولا بد من حل عجز الموازنة وتدبير النقد الأجنبي والحقيقة في الوقت ده عشان بردو نقول لحضراتكم لأن دايما بيقال على التخوف من حجم الدين الخارجي كان نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي في هذا الوقت فوق المية في المية ويمكن معلش شنعارف حضراتكم اقتصاديين لكن أنا بشرح للمواطن المصري ببسيط كلمة الناتج المحلي الإجمالي يعني جملة ما ينتجه الاقتصاد في سنة فكان الدين الخارجي في الوقت ده أكتر من حجم الاقتصاد كله هل يمكن التصنيع للتصدير إحنا كان في الوقت ده كان العجز الميزان التجاري يعني ما بين الاستيراد والواردات والصادرات اثنين ونصف مليار جنيه فقط وكان الكلام كله على إن محتاجين إن دعم قطاع الصناعة وإن القطاع الصناعة بالنسبة للناتج منخفض ولا بد من رفعه تغيير النمط الاستهلاكي الحقيقة كانت في الوقت ده سياسة الانفتاح الاقتصادي كان مقصود منها جذب استثمارات وإن القطاع الخاص يدخل في قطاعات انتاجية ولكن نتيجة يعني للظروف اللي كانت مصر بتعدي بيها تحول النمط الانفتاح إلى النمط الاستهلاكي وبالتالي كان كل التركيز على استيراد سلع استهلاكية وسلع رفاهية وما كانش فيه تركيز على القطاعات الانتاجية وبالتالي كانت الخطورة اللي أشار إليها المؤتمر إن الاستهلاك القومي تزايد ثلاث مرات بمعدل نمو سنوي عشرين في المية التضخم وحجم التضخم في هذا الوقت اللي كان وصل إلى عشرين في المية في عام تمانين واحد وتمانين الحاجة إلى خلق فرص عمل لاستعاب الزيادة السكانية اللي بتدخل سوء العمل كل سنة في الوقت ده كان عدد فرص العمل المطلوبة سنويا ربعمائة ألف فرصة نحن النهاردة طبعا حراكم عارفين فوق المليون فرصة مطلوبة سنويا لاستعاب شبابنا اللي بيدخوله سوء العمل لكن في الوقت ده كان بيتقال إن الحلم إن إحنا نصل بالاستثمارات الكلية وكلمة الاستثمارات الكلية عن استثمارات الحكومة مع القطاع الخاص لستة مليار جنيه عشان تخلق ربعمائة ألف فرصة عمل ده كان اللي موجود كهدف ومستهدف في المؤتمر القطاع العام ودور القطاع الخاص وإن كان في هذا الوقت قطاع الأعمال أو اللي ما يطلق عليه بعد كده قطاع الأعمال العام وقطاع العام 372 شركة بتعاني من مشاكل كثيرة جداً وإن القطاع الخاص لابد من تقوية دوره علشان يقوم بدور أكبر في الاقتصاد الحياة المؤتمر خرج بتوصيات كثيرة جداً وكلها كانت أفكار جيدة ولكن الحياة بعد 18 يوم فقط من انتهاء المؤتمر أدبنا العالمي نجيب محفوظ كتب مقالة في الأهرام بعنوان من الجاني قال الجملة لقدام حضركوا إن أمهات الأفكار التي انبثقت من المؤتمر لم تكن جديدة ولا أقول ذلك تهويناً من عمل المؤتمر فقد شخص الداء فأحسن التشخيص واقترح شتى العلاجات وأتساءل إذا كان الداء معروفاً فكيف ترك دون علاج وهنا إذا فكرنا كده في المقولة دي هو بيقول إن إحنا ممكن نكون عارفين الداء وممكن نقترح دواء ولكن التحدي الأكبر قدرتنا على تنفيذ هذا العلاج هل الدولة لديها الإرادة والقدرة على تنفيذ هذا العلاج أم لا وهنا كان هو بينتقد بصورة ضمنية الأوضاع السابقة فالحقيقة يمكن أنا حبينا ناخد نفس المقولة دي طيب ونشوف طيب الدولة بناء على مخرجات مؤتمر 82 كيف استجابت الحكومات المتعقبة في الفترة من 1982 ل2011 لمحاولة معالجة الخلل اللي كان موجود في الدولة المصرية ويمكن أنا اخترنا عشر مؤشرات رئيسية واسمحوا لي وإحنا بنعرضهم حيبقى الترتيب شكل السلايد اللي قدام حضراتكم بيوري على الشمال فوق المؤتمر الكبير في 82 قال إيه؟ والنتيجة بعد 30 سنة في هذا المؤشر أو هذا التحدي كان عاملت زي المؤتمر قال أن تحديات الاقتصاد المصري أسسها اختلال التوازن في الحجم المتزايد من السكان ولم تقبله زيادة ممثلة في الموارد الاقتصادية يعني كان بيتكلم عن زيادة السكانية ولكن مشكلتنا أن بعد 30 سنة من هذا المؤتمر بدل ما كنا 43 أو 44 أصبحنا 81 زدنا 38 مليون نسمة ودول بيعدلوا حجم الزيادة السكانية اللي فيه 27 دولة أوروبية في نفس الوقت النتج المحلي كان المؤتمر بيقول النتج المحلي لا يفي بالاحتياجات المتزايدة للمواطنين مما يتطلب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والخاص وزيادة معدلات الإنتاج كان لابد أن الإنتاج والاقتصاد بتاعنا ينمو بمعدلات أسرع عشان يتوافق مع زيادة السكانية لكن يمكن النتيجة للظروف المرت بها مصر وعدم توفير الاستثمارات الكافية عشان نقدر اقتصادنا ينمو كانت النتيجة أن متوسط نمو النتج المحلي الإجمالي على مدار 20 سنة كان 4.4% في بعض السنوات سيحصل فيها تفارات حقيقة ووصل ل7.5% و7.2% لكن عندما نأخذ قياس على 20 سنة هو متوسط 4.4% عندما يأقارن مع الدول المثيلة لنا التي يطلق عليها الدول المتوسطة الدخل سنجد أن هذه الدول في نفس الفترة كانت تنمو بمتوسط 5% يعني مصر كانت أقل من هذه الدول في النمو نقطة مهمة جدا قالها المؤتمر أن تلبية وإشباع الحاجات الأساسية للمواطن هو الهدف النهائي للجهد التنموي أن أي مشروعات لازم عشان تتعامل هدفها أن أنا ألبي الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطن وأن تقدم المجتمع بيقاص اقتصادياً واجتماعياً بمدى القدرة على إشباع هذه الحاجات يعني طول ما المواطن مش لاقي لا خدمات ولا صرف صحي ولا مية ولا كهرباء ولا 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 هذا المجتمع غير متقدم المشكلة النهاردة تاني أن نتيجة لضعف الاستثمارات التي كانت الدولة نتيجة لظروفها الاقتصادية في هذه الفترة وضعف الإنفاق في الاستثمار الكلي نصيب الفرد من الناتج كان متوسطه على مدار العشرين سنة حوالي ألف تلتمية وستين دولار بينما في الدول اللي زينة كان حوالي ألف وتمنمية المؤتمر كان يقول عجز القطاعات الاقتصادية عن توليد فرص عمل كافية لامتصاص الزيادات السكانية في سوق أو في قوة العمل نتيجة لأن الدولة الحقيقة مع كل إجهزتها مع عدد السكان الكبير والحاجة اللي أن يبع عندنا متوسط كل سنة نصف مليون فرصة عمل جديدة ما قدرنا نحن نحقق هذا الموضوع بالصورة الكافية مرة أخرى للظروف اللي كانت فيها مصر فكان معدل متوسط معدل البطالة حوالي تسعة وستة من عشر أو عشرة في المية على مدار هذه الفترة في الوقت اللي كان الدول اللي زينة كان متوسط البطالة أربعة وتسعة من عشر احنا جدنا حجم الاستثمارات اللي الدولة المصرية كانت بتنفقها في 2011 وحطينا في 2021 بالدولار وحطينا مقارنة مع عدد من الدول الشبيهة في ظروفها لنا عشان نعرف بس إحنا كنا ظروف مصر إيه وطبيعتها وخصوصية الظروف الاقتصادية اللي كنا فيها يعني حراركم تشوفوا إحنا في الفين وحد في الفين في الف تسعمية واحد وتسعين كانت تمانية وتسعة من عشر دي حجم الاستثمارات الكلية وفي واحد وعشرين في الفين وحداشر أربعين مليار دولار لما نشوف كده كل الدول المشابهة سواء تركيا إندونيسيا سنغافورة ماليزيا فنزويلا الأرجنتين حتى جنوب أفريقيا سنجد أننا كنا بعيد قوي عن هذه الدول فنتيجة لهذه الظروف استمرت اللقطات اللي شفناها في 82 بصورة أو بأخرى موجودة لغاية الفين وحداشر مشاكل برضو أن حجم الصرف الصحي وخدمة الصرف الصحي لم تكن تتجاوز 45% ولكن في الريف لوحده كانت 12% كانت مشكلة تزاح ومتكدس المروري مشكلة بدأت مشاكل انقطاع الكهرباء مشكلة الأنابيب البتجاز الخبز ومشاكل الخبز وحضركم الوقود وكل الكلام ده والعشش والعشوائيات اللي استفحلت في هذا الوقت والحقيقة كانت المشكلة الحقيقية أيضا اللي شفناها بالذات لقطاع الصناعة إن الفترة طويلة جدا كان الاستثمارات اللي موجودة في اقطاع الصناعة باستثناء الحقيقية آخر كم سنة قبل 2011 كانت لا تزيد عن زي ما حركم شايفين 6 مليار في السنة بينما هو حصل فعلا قفزة حقيقية في آخر كم سنة لما بدأت بعض المشروعات وقطاع الخاص يدخل ويشارك في عملية الصناعة مع الدولة ولكن بصفة عامة تراجع نصيب قطاع الصناعة من الاستثمارات المنفذة من 22% إلى 10% في خلال هذه الفترة مؤتمر 82 قال تفاقم مشكلة الإسكان بسبب أن الإسكان الشعبي وهو الجزء الرئيسي من مشكلة السكانية لم يحظى بنصيبه من الاهتمام وبالتالي يمكن الدولة المصرية صحيح تبنت الحقيقة بعض البرامج للإسكان القومي ومحاولة أنها تعمل مشروعات كبيرة ولكن ظل حجم الإسكان المنتج لا يكفي المطلوب وبالتالي استمرت واستفحلت مشكلة المناطق الغير آمنة والمناطق العشوائية الغير مخططة وبالتالي بقى عندنا للأسف شكل النسيج في المدن بتاعتنا 50 أو 60% منها هو الشكل القدام حضراتكم سواء مناطق غير مخططة أو مناطق غير آمنة وكان التعدي على الأراضي الزراعية هو الظاهرة الشديدة القصوى في هذه الفترة وسببها فقدنا الألاف وعشرات الألاف من الأفدنة في الأراضي الزراعية والحقيقة يمكن المؤتمر في 82 قال إن الإنتاج القومي في الزراعة حيعجز عن توفير الاحتياجات وإن إحنا محتاجين خطة التصلاح لا تقل سنوياً عن 150 ألف فتدين الدولة المصرية بظروفها قامت بجهد كبير في الوقت ده ولكن كل اللي قدرت إنها تعمله كمتوسط 77 أو 78 ألف فتدين في مقابل إن إحنا كان مفروض نستهدف 150 ألف ارتفاع معدلات الأمية ومرة أخرى ده بسبب إن حجم الإنفاق اللي كان موجود للتعليم لم يكن يكفي وطبعاً الكواليتي بتاعت التعليم وكل ده كان مرتبط مرة أخرى بالزيادة السكانية والضغط الكبير اللي على الاقتصاد الخدمات الصحية وهنا يمكن اسمحوا لي إننا نقرأ تقرير منظمة صحة العالمية واللي هو كان بيقول إن مصر لديها أعلى معدل للإصابة فيروسي على فكرة التقرير ده مكتوب في 2015 في بداية 2015 وبيتكلم على أوضاع مصر في الفترة السابقة وبيقول إن مصر لديها أعلى معدل للإصابة فيروسي في جميع أنحاء العالم حيث يقدر إن 14.7 من عشر من السكان يحملون الفيروس وما يصل إلى 10.000 إصابة جديدة كل عام الدين والنهاردة بنسمع كلام كتير قوي على الدين وحجم الدين وعلاقته إيه بالناتج وكل الكلام الحقيقة لما وجدنا على مدار 30 سنة من 81 حتى 2011 في 19 سنة منهم كان حجم الدين يفوق يعني الدين أكتر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي وهنا أتكلم على دين أجهزة الموازنة العامة فقط كان يفوق 100% في 19 سنة من التلاتين سنة اللي إحنا كنا موجودين فيها في المجمل في الفترة دي الحقيقة بالرغم من كل المجهودات وكان في مجهودات الحقيقة كثيرة جدا الحقيقة كانت بتتعمل لمحاولة حل مشاكل الدولة ولكن الحقيقة ظروف الدولة المصرية أجبرتها في هذه الفترة على تبني حلول وسطية في ظل الإمكانيات المتاحة للتعامل مع المشكلات على المدى قصير الأجل اتسمت بانخفاض الإنفاق الاستثماري والتركيز على الإنفاق الاستهلاكي أغلب الموازنة كان رايح لتخطيط الأجور والمعاشات والدعم ولكن الإنفاق الاستثماري اللي هو بيقود نمو الدولة كان منخفض زي ما حضراتكم شفته وضعف القدرة الانتاجية للقطاع الصناعي وعدم القدرة على توفير فرص العمل المطلوبة كلام ده كله في الفين لغاية هذه الفترة ويمكن هنا أنا حتحابب أن أتوقف على النقطة الأولى أن ظروفنا كمصر كانت بتفرد علينا أن ندخل بحلول للمسكنات ويمكن خلينا يعني يمكن ده عشان ما نظلمش هذه الفترة كانت ظروف وطبيعة المجتمع من الوارد أنها تكون غير متقبلة لبعض الحلول اللي ممكن تكون صعبة ونذكر يمكن بالإجراء اللي حولت الدولة في 77 أنها تعاول تعيد بهيكلة الدعم وإزاي كان رد فاعل المواطنين وبالتالي الدولة كان دايماً حملة هم الحفاظ على استقرار الدولة ومقدراتها علشان نحمي استقرار الدولة وأمنها ولكن هل هذا كافي لإنقاذ دولة وبناء دولة؟ خلينا أقرأ مع حضراتكم كلمة قالها مفكرنا العظيم والخالد جمال حمدين أرجو حرككم تقرأ معين المأساة الحقيقية أن مصر لا تأخذ في وجه الأزمات الحل الجذري الراديكالي قط إنما الحل الوسط المعتدل أي المهدئات والمسكنات المؤقتة والنتيجة أن الأزمة تتفاقم وتتراكم أكثر طب ليه الدولة ما بتاخدش حلول جذرية وراديكالية؟ لأن معروف أن هذه الحلول من شأنها أحياناً أنها غير شعبوية وليها تمن سياسي كبير بيبقى من الصعب على حكومات أن تتحمله وبالتالي دايماً تحسب الحفاظ على استقرار الدولة بيبقى هاجس كبير جداً قدام أي متاخذ قرار لكن على المدى الطويل هذا لا ينتج دولة متقدمة لأن اللي بيحصل إن إحنا بندخل بسياسة المسكنات وده ما بيحلش الحلول بيجزرها النتيجة كانت الفترة اللي عانت منه فاضلي فان أرجع بس للأيوة من فضلكم ده كان الإصدار الأول في سبعة وستين سنة سبعة وستين أرجو أن أنتم تتفاهموا كلنا كمصريين أن الكلام ده بيتقال سنة سبعة وستين قبل الحال يعني كانت المسألة كلها من اتنين وستين تقريباً لسبعة وستين أزمة اليمن وتدخلنا فيها الدولة في 2015 وأرجو حضركم تقروهم اللي بيقولوا طبعاً يمكن أن أخذ حتى الجزء الخاص بالسندوق مرت مصر بفترة تغيير جزري فقد بشرت الأحداث الجسيمة التي وقعت في يناير 2011 بفترة من الآمال العظيمة ولكن أيضاً بالتحديات الكبيرة ومنذ عام 2011 عانت مصر لعدد من السنوات من النمو المنخفض وارتفاع معدلات البطالة وتفقمت هذه المشكلات بسبب العجز المالي الكبير والدين العام المتزايد والهشاشة الخارجية التي اتضحت بفقدان الاحتياطي النقدي الأجنبي أنا حايت بحط هذه الأرقام كحقائق ودي حطها كل الاقتصاديين الخسائر المصرية أو الخسائر التي تكبدها الاقتصاد المصري نتيجة للظروف عدم الاستقرار السياسي وما صحبه من أعمال إرهابية شهدتها مصر على مدار السنين الماضية الخسائر دي قدرت بـ 477 مليار دولار خسائر مترقمة الاحتياطي خسر عشرين وثلاثة من عشرة في الفترة ما بينه 2011 و2013 خسائر قطاع السياحة 32 في المية متوسط معدل البطالة وصل إلى 13 في المية ودي بعض الأرقام اللي بتوري إزاي إن فعلاً انخفضت أرقامنا ومؤشراتنا بصورة كبيرة جداً بسبب هذه الظروف الشديدة الاستثنائية اللي مرت بها مصر سواء ارتفاع عجز الموازنة معدل البطالة لتجاوز 13 في المية النمو الناتج اللي نزل لغاية 2.2 من عشرة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي كل هذه الموضوع الاحتياطيات كل هذه المشاكل اللي عصرها للاقتصاد المصري وأعتقد أن هذه كانت فترة قريبة وكلنا كنا نحسين بها على مدار الفترة السابقة لكن الأهم أن مصر في الفترة ما بين فبراير 2011 لمايو 2013 انخفض تصنيفنا لاقتماني 6 مرات في 28 شهر 6 مرات في المجمل الدولة المصرية وجهت وضع اقتصادي كارثي نتج عنه أن كان فيه تراجع 3% من الإجمال الناتج 13% ده أعلى معدل عجز موازنه وصناله كان 516 مليار جنيه أكبر زيادة في المديونية وأكبر انكماش لمعدلات الإنفاق الاستثماري كانت فقط 7% من إجمال الإنفاق العين استمرار تلك الأوضاع كان حيؤدي حتما إلى أخطار شديدة ينعكف أثارها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومن هنا كانت استجابة الدولة لهذه التحديات في 2015 والحياة الدولة المصرية كان عندها في 2015 خيارية إنها تمشي بسياسة الحلول الوسطية والمسكنات وده كان حيبقى مبرر جداً في ظروف البلد كانت بتموك بالطرابات شديدة وإننا نتكلم على إصلاح اقتصادي وعادة هيكل الدعم والدخول بقوة في مشاكل مستفحلة بقالها 40 و50 سنة وما يستدبعه من تكلفة سياسية واقتصادية واجتماعية كان ممكن أي حد يقول إن الأسهل لنا إن إحنا نأخذ بهذا الحل على الأقل ولو بفترة مؤقتة لغاية لما تعدي ظروف ولكن كان لدينا الخيار الآخر وهو الأصعب قال عليه المفكر جمال حندان أن نقتحم وندخل ونضح حلول راديكالية وجزرية لمشاكل بقالها فوق الـ 40 و50 سنة في مصر لها كلفة سياسية لها كلفة اقتصادية أيها ولكن الهدف أين نريد أن تكون مصر عليه في المستقبل من هنا كان مؤتمر 2015 والمؤتمر ده كان بعنوان مصر المستقبل وتعمل فيه اتحط تلات محيور استعادة استقرار لاقتصاد الكل مشروعات قومية عشان تبني البلد تحسين بيئة للسسمار اسمحوا لي أن أنا استعرض محركهم بصورة موجازة التلات محيور الدولة المصرية من 2015 وفي 2015 أخذت على عاطقها وفي 2016 قمنا بالأسلاح الاقتصادي في ظروف من أصعب ما يمكن أنها ممكن أننا كنا نأخذ بيها هذا القرار ولكن الدولة المصرية أخذته ومن وقتها الحقيقة والاقتصاد المصري بدأ النمو ونسب النمو في التصاعد والأهم يمكن أن هذه الفترة شهدت طبعاً بدء جائحة كورونا في 2020 قعدت سنتين وبعدها بدأت الأزمة الروسية والأوكرانية ومع ذلك نحن آخر سنة المالية الماضية في يونيو 22 الاقتصاد المصري كانت نسبة نمو وستة وستة من عشر متوسط الفترة دي كلها خمسة وثلاثة من عشر بالمقارنة بأربعة واربعة من عشر في الفترة السابقة واثنين وثلاثة من عشر في السنين اللي هو قبل 2015 2016 البنك الدولي بالرغم من كل التحديات اللي موجودة في آخر تقرير اللي اللي طلع الشهردة المصر ستبقى متوقع أنها تحقق معدل نموه في حدود الاربعة وثمانية من عشر في عام 22 وثلاثة وعشر كأعلى معدل نموه بين أهم اقتصاديات منطقة شرق الأوسط وأفريقيا وعلى الرغم من الزيادة السكانية اللي استمرت في العشر سنين من 2011 لواحد وعشرين وإحنا زدنا واحد وعشرين مليون نسمة في هذه الفترة اللي هي بتعادل حجم المواليد في ست دول أوروبية كبرى ولكن زيادة نصيب الفرد من الناتج ارتفع من حوالي 2700 دولار إلى ما يقرب لأربعة تلاف دولار في العام 21 البنك الدولي الحقيقي عمل دراسة مهمة جدا ماذا لو هو قال لو كان مصر استمرت فيها احنا شاهدنا فترة انخفضت فيها معدلات الخصوبة أو معدلات الإنجاب ودي يمكن كانت في فترة الألفنات واستمرت لفترة معينة كنا بدين من معدل خصوبة أو معدل إنجاب للمرأة من ثلاثة ونص وابتدى ينزل وكان متوقع لو استمرت الأمور على استقرارها إن احنا ننزل مدونة لأتنين طفل في هذه الفترة ولكن مع 2011 والاضطرابات اللي حصلت والظروف اللي حصلت رجع هذا المنحنى يتصاعد وبقينا النهاردة يمكن إحنا وصلين إلى أقل شوية من الثلاثة لأول مرة بقينا اثنين وتمانية من عشر الحياة حطت مقارنة في هذه الدراسة بتقول إن لو كانت مصر بس عدد سكانها وقف عند اثنين وتسعين بدل من مية واثنين في عشرين عشرين كان حيحصل ارتفاع كبير جدا في مستويات الاقتصاد والادخار المحلي وزيادة نصيب الفرد من الناتج وكان حيتحقق مكاسب تراكمية بمتوسط كل سنة سبعة وخمسين مليار جنيه في الفترة ما بين عشرين عشرين لعشرين ثلاثين الحقيقة صندوق النقد الدولي قال إن مع ذلك ومن كل التحديات متوقع إن حيرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر اللي أربعة تلاف وتمنمية دولار على عشرين خمسة وعشرين مع المشروعات اللي الدولة النهاردة بتشتغل عليها إحنا حققنا أعلى معدلات تشغيل من تلاتين سنة ونجحنا كدولة إن إحنا نخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته بالرغم إن قوة العمل زادت مع الزيادة السكانية إحنا كنت يمديين في الفين وثلاثين بنسبة بطالة تلاتاشر في المية لما كانت قوة العمل تمانية وعشرين واربعة من عشر مليون وصلنا في واحد وعشرين إلى سبعة واربعة من عشر أو في واحد وعشرين اتنين وعشرين لسبعة واربعة أو سبعة واثنين من عشر كمان وقوة العمل تقترب من التلاتين مليون يعني إحنا عملنا جهد مضاعف خفضنا اللي كان موجود وكمان استوعبنا الزيادة السكانية اللي حصلت في هذه الفترة وشوفنا برضو رقارنا بأرقام البطالة بتاعتنا مع دول أخرى شبيهة لنا حالكم تقدروا تشوفوا ما بين 2011 و2021 أغلب الدول ارتفع معدل البطالة فيها بسبب الأزمات العالمية إنما مصر قدرت إنها تنزل معدل البطالة ويمكن حتى صندوق النقد حاطت توقعاته إن مصر ستنخفض إلى مدونة السبعة في المية على مدار الكم سنة الجايين الأربعة أو خمس سنوات الجايين لتوصل لغاية ستة وسبعة من عشر مشروعات الأمن الغذائي وقدراتها على حفظ الاستقرار ودفع عجلة الاقتصاد المصري واللي خلتنا وساعدتنا على تخفيض التضخم اللي موجود ويمكن الحقيقة بسبب لما شفنا مع بعض بدء الأزمة العالمية كانت أزمة الإمداد وبدء ارتفاع معدلات التضخم في النصف الثاني من واحد وعشرين ومع ذلك كان التضخم عندنا أقل من العشرة في المية لغاية النصف هذا العام اللي هو اتنين وعشرين والحقيقة ممكن إحنا عندنا نقطة مهمة جداً يمكن بعضنا ما يعني برضو مش واخد بالو منها الحمد لله قدرنا من خلال مشروعات الاستصلاح الزراعي أن نحن نضيف في سنة واحدة 250 ألف فدان جديدة اتزارعوا أمح ونتيجة لكده كان إجمالي المساحة المنزرعة بالأمح هذا العام ثلاثة ونصف مليون فدان قدرنا من خلال مشروعات الصوامع أن نحن نحافظ أو نحتفظ بمخزون من الأمح بتاعنا المحلي بحجم كبير جداً اللي مخلينا حتى هذه اللحظة الحمد لله عندنا احتياطيات يمكن لغاية مبارح كان معالي وزير التموين بنتكلم في خمسة ونصف شهر مشروعات كبيرة الدولة المصرية النهاردة بتستثمر فيها سواء الدلتة الجديدة شرق العينات مشروع تشكة وكل دي هدفها أنها تضيف رقعة زراعية علشان نحقق مرة أخرى تحسين أرقامنا في الاقتصاد ونقلل من عجز الموازنة وفطورة استراد الأمح والحبوب الدين بتاعنا كدولة الحقيقة احنا كنا وصلنا لمية واثنين أو مية وثلاثة في المية ومية في المية في 2016 و2017 وابتدينا ناخده كما صار تنازلي الحقيقة وكنا وصلنا قبل كورونا إلى 80 أو 81 في المية وكان المتوقع في خلال سنتين أن ننزل مدونة لـ 75 يعني نبقى مثل أي دولة مستقرة ومعندهاش مشكلة دين ولكن طبعاً يعني تجيء مشكلة كورونا والأزمة الكبيرة جداً أن نحن بعيد تماماً عن المية في المية زي اللي كنا نشوفها في فترات سابقة وبالتالي نحن نتكلم كله في التمانينات أو حتى ممكن نصل هذا العام لـ 90 في المية ولكن الهدف كله أن نحن نبدأ ننخفض ودي خطة بتاعتنا ومستهدفاتنا على مدار الخمس سنين القادمة الدين الخارجي ويمكن دي نقطة مهمة جداً لأن ناس كتيرة جداً اتكلمت على هذا الموضوع أنا عايزة أقول بس أتوقف لأننا جبنا هذا المنحنى حجم الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي منذ بداية التمانيات إحنا في التمانينات كان وصل وكمان أوائل التسعينات كان وصل الدين الخارجي إلى 150 في المية من الناتج المحلي الإجمالي في هذا الوقت 91 كان هناك اتفاق حصل مع نادي باريس وعدد من الدول العربية الشقيقة وبموجبه تم تخفيض حجم دين خارجي كبير لمصر عشان حضركم تبعوا عارفين الرقم تم إسقاط أو تم التوافق على إسقاط ما مجموعه 43 مليار دولار أمريكي هم دول ما أسقطوش في سنة واحدة ولكن اتحطوا لهم برنامج زمني والغاية دلوقتي لسه يتنفذ وجزء منه مبادلة الديون بالاستثمارات اللي احنا بنعملها مع بعض الدول الأوروبية ولكن خلينا بس نبص على الرقم كنا 150 في المية دين خارجي من الناتج المحلي وبعد كده الرقم نزل وحافظنا عليه بقدر الإمكان كدولة ويمكن آخر أرقام عندنا هو 34 أو 34 ونص تبقى لآخر شهر عندنا في هذا الموضوع ولكن خلينا نعترف أننا عندنا كتحدي ولازم نحن نقوله أنه مش مشكلة رقم الدين للناتج المحلي الإجمالي المشكلة الحقيقية في رقم الدين الخارجي للصادرات من السلع وإحنا متجاوزين في الحدود الأمنة وأيضا خدمة الدين للصادرات والسلع وده أيضا إحنا متجاوزين في الحدود الأمنة وبالتالي ده دورنا كلنا كدولة مع مجتمع رجال الأعمال والقطاع الخاص كيف نعمل على عودة هذه الأرقام للحدود الأمنة لمصر النقطة المهمة اللي حبينا برضو نستعرضها ونحط نفسنا في موضع مقارنة والحياة أخترنا أربع دول مشابهة في ظروفنا مش حنقول مشابهة هي دول نمية وبتنمو اقتصادها بينمو وتصارع ونشوف حجم الدين الخارجي بتاعها بالنسبة لاقتصادها قدية لأن الحقيقة لقينا في كل التجارب أن الدول النشأة بتلجأ للتمويل بالاقتراض في فترة من فترات نموها الاقتصادي عشان تقدر أنها تضخ السمارات وتحقق التنمية المنشودة ومع استقرار الاقتصاد تقدر أنها تستعيد المصاري التنازلي وترد هذه الأعباء اللي موجودة ودول كثيرة جدا أخذت بهذا الموضوع الصين على رأسهم لكن احنا مش حابين نعبعا نحط نفسنا في موضع مقارنة مع الصين لكن حطينا دول زي فيتنام تركيا البرازيل والهند طبعا مع الحفارق في حجم السكان ولكن دي الأرقام اللي قدام حركاركم أرقام الدين بتاعهم إجمال الدين بالمقارنة بمصر النهاردة وأيضا دايما عندنا برسبشن أنا أسف وأو انطباعك مصريين أن سعر العملة مرتبط بقوة الاقتصاد وبالتالي لما الجنيب ينزل معناها أن الاقتصاد بتاعنا في صورة سيئة بينما العكس وفي دول كثيرة جدا وده المنظر نفس الدول دي قوة العملة بتاعتها للدولار حصل فيها إيه وبنلاقي إن ده أحيانا بيبقى ده إجراء بيخطط ويتعمل علشان تقوية الاقتصاد وتقوية الصادرات ودفع عجلة استثمارات جبر وبالتالي إحنا كمصر ما زلنا مثل الدول شبيهة جدا في موضوع سعر العملة وهذا الكلام وبالتالي دايما الخبراء الاقتصاديين وحضراتكم قاعدين بيقول المشكلة مش مشكلة سعر الصرف المشكلة كبح جماح التضخم إحنا ما يهمناش سعر الصرف لكن يهمنا التضخم إن السلع التضخم ده يعني سعر السلع وبالتالي مهم جدا إنك إنت تبقى إزاي تقدر تكبح كماح التضخم وليس يهمنا كسعر عملة بالعكس ده في بعض الدول ممكن تلجأ إلى إجراءات علشان تخلي نفسها أكثر تنافسية إنها تضعف من عملتها إحنا عندنا مع ذلك بالرغم من حجم الدين لكن عندنا مؤشر مهم جدا إن الدين الخارجي بتاعنا تلاتة وسبعين في المية منه متوسط وطويل الأجل معناها إن لسه قدامنا فترة طويلة عبال ما تيجي هذه تبعت هذا الدين إحنا حققنا بالرغم من كل شيء مؤشر مهم جدا على مدار خمس سنوات على التوالي مصر بتحقق في موازنتها فائد أولي يعني إيه فائد أولي؟ يعني لما بالنحي جانبا خدمة الدين إراداتنا بتبقى أكتر من مصرفاتنا يعني لو بعدنا على جنب خدمة الدين إرادات مصر أكبر من مصرفاتها طيب الكلام ده بيفيد في إيه؟ بيفيد إن الفائد ده بتاخده عشان تقلل بيه الدين بتاعك وعشان كده اتفاقياتنا دايماً مع السندوق بتصر إن لابد أن تستمر مصر في تحقيق الفائد الأولي إحنا كنا من الدول القليلة جداً اللي على مدار هذه الفترة وفي خضم الأزمات بنحقق هذا فبالتالي على رغم من كل هذه الأزمات الاقتصاد المصري تمكن من استعادة استقراره ولكن طبعاً مع التحديات الهائلة العالمية اللي موجودة هناك تحديات أخرى ينبغي علينا أن نواجه وده ظهر من كل المؤشرات اللي موجودة وتحسنها ولكن خلينا عشان بردو ما نقولش نحن يعني بنقول كلام نظري الوكالات الأجنبية قالت إيه على مصر في 2011 و2022 محاطة كوتس من كل مؤسسة وهنا يمكن واخدي مؤسسات التصنيف سواء مؤسسة موديز ومؤسسة فيتش كانت بتقول إيه على الاقتصاد في 2011 وبتقول عليه إيه في 2022 ويمكن الحقيقة يعني مؤسسة ستاندر أنبورد من يومين بالزبط أبقت على تصنيف مصر كما هو مع نظرة مستقبلية مستقرة وقالت أن مصر قدرة الاقتصاد المصري عكس استجابة للتغوط الاقتصادية الخارجية والسندوق نفسه والسندوق النقد توقع أن معدل نمو يصل إلى حوالي خمسة وتسعة من عشر خلال عام 22 للاقتصاد مصر المحور التاني المشروعات القومية اسمحوا لي أنا آسف إذا كنت بطيل على حضراتكم ولكن مهم جدا كلنا نبقى يعني بنشوف بنستعرض شكل بلدنا إيه واقتصادنا إيه مشروعات القومية لأن الحقيقة برضو جزء كبير جدا ومهم جدا من المقالات والكلام اللي بيتكتب هو إحنا كان لازمة هو كنا محتاجين كل المشروعات القومية اللي بتتنفذ هو الدولة كان المفروض أنها تنفذ كل هذه المشروعات منتو كده يعني أدخنتمونا بديون وإنفاق كبير جدا هل كان هناك لازمة لكل هذه المشروعات خلينا بس نتكلم بشيء مهم جدا موجود في أدبيات كل الاقتصاد العالمي إنما عند إنه هو بتقول إيه ببساطة شديدة إن في أي وقت أزمات اقتصادية أو سياسية طبيعة القطاع الخاص إنه بيتخوف ودحقه وبالتالي بيحجم عن التوسع في الاستثمار وبالتالي أي دولة بيحصل فيها أزمات اقتصادية وسياسية لابد أن تتدخل الحكومات بشكل مباشر عشان تدعم أنشطة الاقتصاد والتقليل من تبعات الصدمات الاقتصادية على الأفراد والشركات دي أدبيات موجودة في كل الاقتصاد الحقيقة مصر وجهت الجزء الأكبر من استثماراتها مش للدعم ولا خلينا نتكلم بمتال أمانة مش فقط لمرتبات ودعم بالرغم من ده مازال بيشغل جزء مهم جدا من الدعم الموجود ولكن لأول مرة كان هناك توجه لدفع عملية الاستثمارات العامة في خلال هذه الفترة وتم توجيه أكتر من نصف هذه الاستثمارات لقطاعات البنية التحتية والنقل والتعليم والصحة الدولة كانت محتاجة بناء وإعادة بناء من شكل الصور اللي كنا شايفينها كان الدولة محتاجة لابد من انفاق استثماري ظروف هذه الدولة المصرية في هذه الفترة لم تكن في قدرة القطاع الخاص أنه يدخل في هذه الاستثمارات وعلى فكرة حتى في الظروف الطبيعية ليس من دور القطاع الخاص أن يدخل بقوة في الاستثمارات البنية الأساسية الكبيرة يعني ده دايماً بيبقى دور أصيل للدولة وأحياناً بتبقى طبعاً بمشاركة القطاع الخاص ولكن الدولة المصرية نفذت مشروعات قومية بكبرى تجاوزة 7 تريليون جنيه ولكن هنا نقطة مهمة جداً أن أكتر من 90% من هذه الاستثمارات نفذها القطاع الخاص يعني هنا القطاع الخاص استفاد أنه ما كانش في الفترة دي عنده القدرة أنه يمول مشروعات ولكن الدولة المصرية من خلال الانفاق العام والاستثمارات العامة شغلت القطاع الخاص وبنتكلم هنا على عشرات الألوف من الشركات القطاع الخاص اللي اشتغلت بملايين العمالة لأن النهاردة نحن نتكلم أن سوق القطاع الخاص هو 78% من قوة العمل وبالتالي لنا أن نتخيل لو ما كانش الدولة دخلت استثمارات والقطاع الخاص مش قادر أنه يدخل استثمارات نتيجة للظروف كان ممكن وحنشوف كان ممكن يبقى شكل الاقتصاد المصري يعمل إزاي في هذا الوقت في 2015 تم الإعلان عن مشروعات تنموية كبرى وهنا يمكن حتكلم بعد إذنك على قدرة الدولة والإرادة أن نحن ننفذ ما تعهدنا به في 2015 كان مصر لديها عجز 6000 ميجاوات من الكهرباء وقعنا في هذا الوقت بعض المشروعات في 2022 مصر لديها 13000 ميجاوات فائد حد يقول طيب أنتو بتعملوا فائد ليه أنا عايزة فقول ما خلينا على قد اللي احنا عايزين إذا كنتوا أن تريد أن تبني بلد لعشرين سنة قدين وتقول لأي مستثمر تعالى اعمل مشروعات واستقر العشرين سنة لازم يكون عندك فائد لو نبني دولة بجد احنا عملنا انتقلنا من قدرة أو توليد طاقة قهربائية متاحة من 28000 ميجا إلى 59000 ميجا يعني نتكلم على 110% زيادة في قدرة التوليد الكهربائية في مصر في الوقت ده وقعنا حلم إنشاء محطة طاقة شمسية 22 المشروع على أرض الواقع بين بين رابع أكبر مشروع طاقة شمسية في العالم حتى هذه المرحلة ولما هندخل المراحل القادمة فيه حيبه يمكن التاني أو التالت على مستوى العالم 2015 وقعنا اتفاقيات مع بعض شركات التنقيب عن الغاز منهم شركة بريتش بتروليوم وشركة إني ومع الإرادة القوية للدولة المصرية نجحنا في اكتشاف حقل زهر وكان المخطط لتنفيذ أو يعني إن هذا الحقل على أن يدخل الخدمة من أربع إلى خمس سنوات ولكن إسرار القيادة السياسية أن هذا المشروع يدخل الخدمة في أكثر وقت ممكن ضخنا السيسمرات أكثر لكن لنا أن نتخيل هذا المشروع كان مخطط أن يدخل فعليا الخدمة ويمكن معالي وزير البتروليو يقول لنا أنا بس أريد أن أقول أن نقطة هنا مهمة جداً لنا كلنا هذا الموضوع لم يكن يمكن أن تعمل إذا كان هناك ترسيم للحدود مع أبرس واليونان على البحر المتوسط ومع السعودية في البحر الأحمر لم يكن يمكن أن نعمله لم يكن هناك شركات ستنزل تعمل تنقيب في هذه المناطق إذا كان هناك ترسيم للحدود هذه واحدة اثنين أنا أريد أن أقول لكم لكي تتعرفوا ليس الفكرة وليس القدرة الفضل بتعرفنا علينا الحقل ده لو مش موجود دلوقتي مصر كانت تبقى مطفقية مصر كانت تبقى مطفية عندما عندناش فلوس ندفع كل سنة كل شهر اثنين مليار دولار بالأسعار القديمة للغاز عشان ندي محطات الكهرباء اثنين مليار دولار شهر اللي لو بالأسعار الحديدة دلوقتي قد تصل لعشرة مليار دولار يا دكتور يا طريق كمان قول كان يبقى عشرة مليار دولار في الشهر ادفعهم عشان نجيب الغاز المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء اللي موجودة في مصر عشان مصر تفضل منه وارا عشرة مليار دولار منين دول يعني مليار دولار في السنة نجيبهم منين لازم تعرفوا ان ربنا سبحانه وتعالى لما بقول الكلمة دي بعض ناس يقولك ايه يعني ايه يعني الموضوع كله كله ربنا بالنسبة لنا ايه كله ربنا بالنسبة لنا ايه وربنا لان احنا عبق لما جينا نعمل الترسيم الناس كلها هجمتنا وقالوا انتم تعملوا ترسيم ليه ولما جينا ربنا سبحانه وتعالى يسر الامر وجيه اللي اعمل تكرير تاخد سنتين تلاتة اتخصصت بالتليفون في زعدين مش كده طريق وكل اجراء كان طلبه كان عايز يعمل عشر تلاف خزو خزو للارض ديت عشان ارض سباقية بورسعيد مش كده اتحركت معدات حفر بالالفات عشان نعمل ده عشان نجاهز البلاد فورمو اللي بيقولوا عليه الخرصاني اللي اتحط على المعمل اللي احدى من اتكلم عليه من فضلكم ودكتور مصفى بيتكلم هو بيقول عنوان لكن لكل عنوان من دول في حكاية لنا كلنا يا مصريين انا عايز اقول لكم اللي انتوا شايفينه ده خمسة وعشرين الف ساعة عمل بلا توقف مني من الدولة خمسة وعشرين الف ساعة وبارة عن سبع سنين باربعة وتمانين شهر بتلاتين يوم ادرب عشر ساعات في اليوم على الاقل اللي حصل ده بالله والله بالله والله بالله ولكن يحصل ابد فضل صادرات مصر البترولية فنن في سنة واحدة قفزت مية وتسعة في المية احنا السنة اللي فاتت محققين صادرات لأول مرة في تاريخنا تمنتاشر مليار دولار هنا باتكلم على الصادرات البترولية والصناعات البتروكيمويات اللي موجودة بالمقارنة بالسنة اللي قبلها بس كالثمانية وسالثمان عشر اتوقع في الوقت ده كان هناك حلم العسمة الإدارية اللي حضراتكم كلنا موجودين ومشرفين فيها النهاردة في الفين وخمستاشر شوفنا فقط مكت النهاردة اعتقد حضراتكم تقدروا تتجولوا براحتكم وتشوفوا اللي تعمل في خلال هذه الفترة من إنجاز في هذه العسمة كان مناقشة لأفكار إنشاء خطوط نقل زكية وصديقة للبيئة كانت مجرد اطروحات اليوم على الأرض هناك المشروعات اللي حضراتكم شايفينها على الشمال القطار الكهربائي الخفيف المونوريل والقطار الكهربائي السريع اللي احنا شغالين فيه لكن غير المشروعات اللي اتوقعت الدولة المصرية عملت إيه في خلال نفس الفترة الحقيقة كان عندنا التدخل الهام اللي أشار إليه مؤتمر 82 استفحال ظاهرة العشوائيات والعشش والنقص الإسكان الشعبي أو الإسكان لمحدود الدخل الدولة المصرية يمكن اتدخلت أيضا في منظومة النقل وهنا يمكن عشان برضو أنا يعني حابب أن نحن نتابع كل حاجة بتكتب وكلام كله يعني موضوع النقل والكباري والطرق أنا حبيت بس أن نحن نجيب تقرير للبنك الدولي طلع في 2014 قال أن خسائر مصر فقط في القاهرة الكبرى سنويا في 2014 نتيجة للازدحام المروري 8 مليار دولار وتوقع أن مع استمرار نفس الظروف ستصل هذه الخسائر في 20-30 لـ 18 مليار دولار ستكون خسائر مصر نتيجة لاستمرار الوضع الكارثي للزحام المروري الذي كان موجود فقط في القاهرة الكبرى أنا لا أتكلم عن بقية مدن مصر وبالتالي كان من هنا كان ضروري أن نحن نتدخل لأن معنى أننا كل سنة بفقد 8 مليار نحسبها ببساطة شديدة حتى لو وصلنا لـ 18 يبقى أنا أتكلم على من هنا لغاية 20-30 نتكلم في 80 مليار دولار لا أتكلم عن 18 التي تزيد كل سنة نتكلم بس 800 مليار دولار فقط كانت ستكون خسائر مصر بسبب الإزدحام المروري ونعيد دراسة التي قامت بها في 2009 وقالت أن مصر أو القاهرة ستتحول إلى جراج كبير عام 2020 إذا لم يكون هناك منظومة لإنشاء شبكة محاور وطرق تخدم القاهرة الكبرى إحنا أنشأنا شبكة مش فقط للقاهرة الكبرى إحنا أنشأنا 7000 كيلو طرق وبننشأها وبنخلصها بالإضافة لرفع كفاءة هو مش رفع كفاءة هو إنشاء من جديد لـ 10,000 كيلو أخر يعني بنتكلم في مجمل 17,000 كيلو لدولة هذا كان الشكل 2015 و22 محور المنيب بعد افتتاحه ونستطيع نتخيل مع تضاعف عدد السيارات وحجم الحركة ولكن أصبحت السيولة المرارية التي أعتقد كلنا بنلمسها النهاردة في الطريق الدائري وعايز أن أقف هنا شيء مهم جدا ويمكن سأتكلم فيها بعد كده أن صعب جدا على أي دولة وأكثر كلفة أو أكثر جهدا أنها تصلح حاجة خربانة الأسهل بكثير والأسرع والأقل كلفة أن ننشئ حاجة جديدة وبالتالي تحدي أن نستطيع نوسع طريق في وسط كتلة سكانية ووسط مساكن كلها عشوائيات وغير مخططة كان تحدي خيالي وطرينا ندفع مليارات لتعويض الأهالي لمجرد أن نصلح هذه المشكلة التي كلفتها علينا 8 مليار دولار سنويا نحن لم نكتفن بقاهرة نحن نعم في كل مصر كل حطة في مصر تعمل فيها محاور طرق نحن نبني بلد وليس فقط طرق نحن نتكلم على وسائل النقل لجماعي نحن على مشارف الكوب 27 أو الكوب مؤتمر المناخ وكل العالم يقول التوجه لوسائل النقل العامة الخضراء والحديثة وبالتالي مصر مش أقل من أي دولة بنستثمر حجم كبير جدا في إنشاء شبكة حضرية تخدمنا لتلاتين سنة قدام مرة أخرى نحن لا نتكلم بمسكنات نحن يجب نحل للأجيال المستقبلية كان شكل مؤشرات مصر وترتبها ضمن الدول في موضوع البنية الأساسية وشبكة الطرق سأقف بغاية 2014 حضرتكم في اللون كنا 125 هذا ترتبنا وفي الطرق كنا 118 النهاردة نحن 52 في البنية التحتية و28 في شبكة الطرق كلام هذا مهم جدا لكي نعرف حجم الجهد الذي تعمل لكي نستطيع مرة أخرى نضع مصر في مصاف الدول التي نستاهم نبقى ما بينها وما زال الطريق مهم كانت مشكلة تحدي الإسكان والتنمية العمرانية ويمكن حجم كل يتعامل من مدن جديدة لغاية 2015 كان 24 تجمع عمراني وإن بعد إذن حركة فخامة الرئيس أنا بطلب من دولة الرئيس دكتور حنفي جبالي ترجع لمضبطة مجلس الشعب في 77 78 في الوقت وقف وزير الإسكان في هذا الوقت حسب الله كفراوي في الوقت في آخر السبعينات وهو يدافع عن فكرة إنشاء مدن السادات والعشر من رمضان وستة أكتوبر والشيخ زايد والشروق والعبور وبرج العرب وفي وقت إن كان كل الناس بيقولوله هو ده وقته هو إيه لازمت إن إحنا نعمل هذه المدن صلح بس اللي موجود ونفيش داعي الإنفاق في هذه المدن وقف ساعتها يدافع إن مستقبل مصر إن مستحيل نفضل قاعدين على رقعة ديئة وإن العمران القائم بقى خلاص صعب وده المستحيل إصلاحه وإن الأفضل إن ندي الفرصة للأجالة المستقبلية إنها تقعد في مدن نظيفة ومتخططة صح لأنا أن نتخيل لو كانت الدولة في الوقت ده نتيجة للإنتقاد ما عملتش هذه المدن النهاردة هذه المدن بتستعب أكتر من 12 مليون نسمة وفيها كل صناعة مصر فكان ممكن نتخيل كده مع بعض طب اللي 12 مليون دول كانوا حيبقوا فين مكانوا حيبقوا غير على الأراضي الزراعية وفي صورة عشوائيات وعيشة أخرى أنا بس بحب أقول لحضراتكم لكن هل ده كان كافي للدولة المصرية بالتأكيد لا لأن الدولة مع معدلات النمو والسكاني إحنا النهاردة الدولة المصرية من 2014 إلى 2015 حتى هذه اللحظة بنت وبتبني فوق المليون واحدة سكانية أنشأنا وبننشئ 30 مدينة جديدة من مدن ما نطلق عليه المدن الجيل الرابع أو المدن الزكية في موضوع العشوائيات والعشش اتحطت استثمارات 425 مليار جنيه عشان نقضي على ظاهرة المناطق الغير آمنة اللي كانت دايماً بتظهر في كل الأفلام الدرامية وكانت بتوضع كواصمة عار على مصر ويمكن كان آخر هذه أنا حابب بس أحط صور لآخر منطقة منهم كانت صور مجرى العيون وأعطتكم حضراتكم فاكرينها كويس قوي منطقة المدابغ والنهارده الشكل التاح وهي بيكتمل إنشاءها بقى عامل ازاي ولكن كان عندنا في كل حتة في مصر مناطق عشش ومناطق غير أمنة كل هذه السور أصبحت من الماضي وأصبح ما كان هذا الشكل الحضاري ومصر بالجنففل ده نفذت واحد من أكبر مشروعات الإسكان لكل طواقف الشعب الإسكان محدود الدخل والإسكان المتوسط اللي احنا بنطلق عليه سكن كل المصريين الصورة الكبيرة هو سكن محدود الدخل وده نقرنه بالمناطق الغير مخططة اللي موجودة كل دي جزء من التلاتين مدينة اللي شغالة النهاردة وخلينا بس نتكلم على كان شكل هذه المدن إيه لغاية دي العالمين 2017 وكان المنظور اللي جنبها دلتا الحلم اللي احنا نبقى فيه النهاردة هو ده الواقع بتاع هذه المدينة المنصورة 2018 بدأناها هذا هو شكل مدينة المنصورة وفي الصورة اللي عاش حمال تحت جمعت المنصورة أولادنا هذا العام الدراسي وبينتظم الدراسة فيها مدينة الجلالة وجامعة الجلالة والمنشآت الكبيرة جدا اللي موجودة في هذه المدينة النهاردة في فترة زمانية قصيرة مصر يعني الحية حققت طفرة إنشائية وعمرانية كبيرة جدا خلت هذه السنة فقط بنحصل على خمس جوائز علمية في مشروعات مختلفة في كل المجالات بتقول العالم كله بيقول اللي بتعمله بيتقلنا نقد بس انتوا ركزتوا فقط عطوب والزلط لكن الحقيقة أننا ركزنا أيضا على البني آدم والبني آدم هنا في الاستثمارات اللي ارتفعت بصورة كبيرة جدا في حجم التعليم في قطع التعليم ويمكن بس احنا جايبين صورة عدد الفصول اللي كانت بتتبني لغاية 2014 كان 5600 فاصل احنا السنة اللي فاتت بنيين 21000 فاصل وطبعا بننشئ مدارس جديدة حيتقلنا ما هو بتحصل حوادث في المدارس القائمة احنا عندنا 56000 او اكثر مدرسة بعضها محتاج بنشتغل فيه اعمال الصيانة والتجديد والإحلال وبنتكلم على منظومة كبيرة جدا وحجم انفاق رهيب احنا محتاجين من نتيجة للزيادة السكانية على الاقل كل سنة بنتكلم في 20000 و25000 فاصل يدينه جداد غير انحنا نحافظ ونصين الموجود بنعمل تطوير ما زال لدينا تحديات لكن عارفين وبنشتغل عليها ضمن خطتنا احنا كان عندنا لغاية 2015 49 جامعة 23 جامعة حكومية و26 جامعة خاصة احنا اضفنا اليهم في هذه الفترة 39 جامعة اخرى سواء جامعات حكومية او جامعات معدلات العالمية بتقول ان الكل مليون نسمة المفروض يبقى فيه جامعة احنا كان عندنا 49 النهاردة بنتكلم على بنقترب من 89 او 88 جامعة يعني اصبحنا بنقترب من المعدلات العالمية وهذه الجامعات التي تنشأ ستستوعب ل20 سنة قدام طلبة الرعاية الصحية احنا زدنا بكميات كبيرة جدا في الانفاق الاستثماري في الصحة وده كان شكل مستشفى سوهاج في 2015 ولما أعيد بنائها الصورة التي تحت قدام حضراتكم وفوق مستشفى أخرى مستشفى أبو تيج ما زال هناك شكاوى ان في مستشفيات كتيرة لسه بتتطور دي ضمن الخطة بنا وعارفين ونحن نعمل النهاردة في التأمين الصحي على فيروس مبادرة 100 مليون صحة مبادرة صحة المرأة مبادرة مكافحة التقزم والسمنة للأطفال كل الاعتلال الكلوي كل هذه المبادرات التي عملت طفرة كبيرة في الواقع الصحي للمصريين التي خل نفس المنظمة التي قالت أن مصر هي أعلى دولة في العالم في الإصابة في فيروس تقريرها أنها تقول أن الحملة القومية للقضاء على فيروس سي صدقا صحيا يسجله التاريخ عن الإنجازات الصحية في مصر حيث تعتبر مبادرة 100 مليون صحة مثلا يحتزى به عالميا عن كنفية مواجهة واستهداف الأمراض نفس المنظمة وعلى ذلك الحماية الاجتماعية موجودة وبقوة نحن هذا العام 223 239 مليار مخصصين للمعاشات والسلعة التموينية والتضامن الاجتماعي وتكافل وكرامة كان لغاية 2015 ما زالت عندنا مشكلة الخبز ومشكلة الجمعيات ولكن الحمد لله دلوقتي فقط في سبع سنوات ما اعتقدش عندنا حد بيسمع عن مشكلة خبز وعندنا بقى مشكل الجمعيات بتاعتنا والنظام الرقمي وصرف التموين لكل المواطنين كان شكل أنابيب البتجاز لغاية 2015 النهاردة مع التوسع الكبير جدا في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقى عندنا الحمد لله مخازن البتجاز ومستودعات البتجاز ما عندناش اي قزمة في هذا الكلام على فكرة كل ده ليتكلفة مالية هائلة على الدولة ولكن احنا لازم نبقى عارفين ونرجع تاني لكلمة إجباع تكافل وكرامة وصلنا النهاردة لخمسة مليون أسرة بخمسة وعشرين مليار جنيه مشروع الأخير اللي بتكلم عليه مشروع حياة كريمة واللي حرك كلكم عارفين كل قرى مصر كانت مهملة لعشرات السنين وكان حلم عند اي مواطن في الريف المصري بس انه يعني يسمع ان فيه صرف صحي حيقترب منه او حتى يشرب كوباية ماء نظيفة او يلاقي المرافق الاساسية بتاعته بتتطور احنا بنتكلم على مشروع حيات تتجاوز احنا كنا مقدرين 700 مليار لكن تقدراتنا ان احنا هنتجاوز هذا الرقم ولكن لا بديل عن الانفاق في هذا المشروع لان احنا بنتكلم على 60 مليون وطن مصري بندلهم حياة ادمية لائقة بكل المشروعات التي تنفذت على الارض الواقع والصور بتاعتها كلها منشآت حضارية بقت على الارض اهلين حاسين بيها وشعرين بيها الحياة برضو يعني حجم الانجاز وسرعة العمل في المشروعات يعني زي ما كان هناك شكوى ويعني سخرية وكوميكس بتطلع زمان على عدم الثقة في الدولة وعدم مصدقية الدولة في الالتزام بالمواعيد اللي بتلتزم بيها وتعلن عن انهاء مشارعاتها بقى فيه نوع من الكاريكاتير على ان حجم المشروعات اللي الدول بتنفذها واحيانا كمان بقى على سرعة تنفيذ هذه المشروعات واحيانا بتبقى حاجات كلها بحسنينية ولكن احيانا ايضا الدولة بتنفذها ويمكن آخر حاجة من يومين كان يعني احنا لفتنا نظرنا لهذا الموضوع يعني طلعت سخرية على كوبري وتعامل بالفوتوشوب صورة للكوبري ان ده الدولة منفذها كوبري في التجمع الخامس الجديد بهذا الشكل وكتب عليه حتى تعليقات على يمين مبروك الكوبري حامل والكلام ترياء ان ازاي الدولة تنفذ هذا الكلام بينما الصورة الحقيقية الكوبري كما حضراتكم شايفين وعلى الشمال ده الشكل العام ولكن هنا الفكرة ان برضو لاخد ناخد بانا كويس قوي وما اتكلم هنا شبابنا ان التشكيك حتى الشغل التي تعمله الدولة من خلال الترياءة والنكت فنقعد كلنا نهزر ويبدأ بعد كده ناس تتكلم ويقول ماذا هذا بجد هو معقول عمل الكبري بالشكل ده بينما الواقع شيء ثاني خالص فلكن نقطة مهمة ان احنا كمصريين بدل مكان زمان بنشتكي من عدم التنفيذ بقنا بنشتكي من سرعة تنفيذ المشروعات طيب حبينا نعمل دراسة معلش انا اسف ان كنت طولت فنم حبينا نعمل دراسة قلنا لو لم كانت الدولة انفقت على المشروعات القومية الفترة الخمس ست سنين او من 2015 لغاية دلوقتي وتراجعنا وكنا ماشينا الامور بالحلول المسكنة كيف كان سيكون شكل الاقتصاد المصري نحدي لحضراتكم السلايد وهذا اجتهادنا فيه مع خبراء كثيرة جدا حطينا سيناريو نزلنا عليه التضخم والصدمات وسعر الصرف وحاجات كثيرة جدا والازمات العالمية وحطينا الواقع الفاعل لبلون الاخضر اللي هو لما الدولة ضخة السمارات عامة النمو الاقتصاد عمل ازاي وماذا لو كانت الدولة ما عملت المشاريع بغض النظر ان المشاريع حققت انها عملت بنية اساسية وخدمات سيبقى باللون الأحمر سنبقى في آخر كم سنة سنبقى بالسالب كان الاقتصاد المصري سينمو بالسالب لان سنبقى بنعاني الفترة من تبعات الإصلاح الاقتصادي وبعدها دخلت علينا أزمة كورونا وبعدها الأزمة الروسية فكان الاقتصاد المصري دائما سيبقى بالسالب على مدار 3-4 سنين في دولة تنمو كل سنة البطالة 15-4 من عشر فلنا أن نتخيل كيف كان سيكون حل مصر بدل ما نقول الحمد لله سبعة واثنين سبعة وثلاثة في المية بطالة كانت ستبقى 15-4 من عشر هذا كان واقع الاقتصاد المصري لو لم تكن تنفذ هذه المشوعات آخر مجال لكي أحراجكم تحسين بيئة استثمار واسمحوا لي أقول أنه من أصعب التحديات التي تواجه أي دولة لأن هنا لا نتكلم عن مشروعات وشيئات تتنفذ على الأرض فقط ولكن نتكلم عن بيئة وثقافة تأصلت عند الدولة المصرية البيروقراطية وتداخل الأجهزة والمنظومة التشريعية وكل الحاجات التي يفتكر أنها سهلة بينما هي أصعب ممكن أن تتواجه دولة لكي تعمل الإصلاح حقيقي الحقيقة نعمل على أربع محاور فيها أول واحد الإطار التشريعي والمؤسسي الداعم ويمكن كان صندوق النقد في 2015 أكد على هذا الموضوع وقال لازم مصر تعمل إصلاحات هيكلية في هذا الموضوع والحقيقة نعمل عشر مشروعات داعمة للموضوع بيئة الاستثمار ست أصدرناهم لقدام حضركم باللون اللازرق واربعة بالفعل أنتهينا منهم والبرلمان إن شاء الله ينقشهم في خلال الفترة القادمة كلهم بيعنوا في الأساس بما كانت الإجراءات وتسهيل الإجراءات وخفض المدة الزمنية لهذا الموضوع مصر كانت دائما تنتقد بموضوع عدم احترام الملكية الفكرية وإن دائما كنا تصنفنا متراجع وإن هناك تخوف من الشركات الدولية أنها تأتي لأن يقول أفكارنا ممكن تتسرق طلعنا الاستراتيجية هذا العام ومصر أطلقتها تحت رعاية فخامة الرئيس والنهار كل المؤسسات أشادت بأن مصر خدت خطوة في هذا الموضوع الـ OECD كان يتكلم لغاية 2020 على مشكلتنا في البيروقراطية وتسوية المنازعات والرعاية اللاحقة للمستثمرين والحقيقة الدولة خدت خطوات كثيرة جدا لتفعيل اللجنة الوزرية الفضل للمنازعات عملنا واحدة في مجلس الوزراء للتعامل مع مشاكل المستثمرين التوسع في إنشاء مراكز خدمات المستثمرين تدشين خرص خريطة فرص الاستثمارية عملنا هذا الشغل كله لكي نحسن من الجزء ما زال قدامنا شغط وبنعترف بهذا الشكل ولكن النهاردة فيه خطوات بتتاخد تبسيط الإجراءات وده كان متقال البنك الدولي بيقول مصر من بين أعلى دول المنطقة في الوقت المستخرج للحصول على الترخيص وحطت 173 يوم الحقيقة يمكن إحنا خدنا إجراءات كمجلس وزراء طلعنا قرار بإن الرخصة لا تتجاوز لعشرين يوم عمل وإن النهاردة تفعيل موضوع الرخصة الذهبية مايكانت إجراءات الإقراءات الضربية منظومة التقادي عن بعد اللي بتسهل والنهاردة داخلين في المحاكم الاقتصادية كل دي كمنظومات بنحاول بيها تحسين الإجراء موضوع بياخد وقت لأنه ما بيجيش في يوم وليلة وبياخد سنوات ولكن على الأقل وضعم الخطوات لهذا الموضوع الحقيقة النقطة دايما بتثار موضوع جودة منظومة إدارة الأراضي وبالذات للأراضي المتاحة صناعيا ودايما التقارير بتنتقد أن مصر عندهم مشكلة في تسعير الأراضي وفي إتاحة الأراضي للاستثمار الصناعي على الأخص والحقيقة أنا عايز أتوقف عند هذه النقطة الحقيقة أنا كنت على طول دائم تبقى لتوجهات سيادة رئيس نقعد مع كل رجال الأعمال والمستثمرين وعملنا حصر وأنا عايز أحط هذه الأرقام طب الدولة المصرية هل فعلا ما خصصتش أراضي للصناعة عملنا حصر حقيقة وجدنا أن الدولة على مدار الفترة السابقة خصصت 30 مليون متر مربع لأراضي صناعة بعدها كانت حتى بدون مقابل في الصعيد وفي أراضي في كل حد لما عملنا تقييم ما هو مقدار ما تم تنميته من هذه الأراضي وجدنا أن اللي تم تنميته حقيقة من هذه الأراضي ودخل حي في التشغيل 3 مليون متر يعني 10 في الماء ولما الحياة جاءت مع رجال الأعمال وقلت لهم يجماعة ما هو في 27 مليون متر لم يتم تنميتها بصورة عديدة أن لا يوجد مرافق في هذه الأماكن أو أن طرح هذه الأراضي يجعل أن السمصرة يأخذ هذه الأراضي ونحن كرجال صناعة لا يكون عارفين أن نحن نتحرك أثير مشكلة أن تبلغوا في تسعير الأراضي وأن اسمحوا لنا أن الأراضي تكون بحق الانتفاع أصدرنا قرار من مجلس الوزراء أن نظام تخصيص الأراضي الصناعة يكون إما بالتملك وإما بحق الانتفاع وأن هيئة التنمية الصناعية هي التي تتولى بالنيابة عن المستثمر إصدار كل الترخيص التشغيل حتى رخصة التشغيل وأن يكون تخصيص فوري وهذه كانت نقطة مهمة جدا بعضهم قالوا أن أريد أن أريد توسع للمصنعي القائم وعندي جنب حتة أرض يعني اسمحوا أن أنا أخذها أو حد جايب مشروع جديد في الطاقة الخضراء هيدروجين أخضر وعايز مساحات يعمل وحيبقى بيدخ السمارات كبيرة جدا حطينا آلية مركزية لتخصيص الأراضي لهذه النوعية من المشروعات مشروعات توسع أو مشروعات استراتيجية الدولة المصرية عايزها سعارة بالجنيه ومعروفة لكي أي مستثمر يريد يدخل على أي أرض في أي حطة في مصر سيكون تسعيرها كم هناك حزمة من الحوافز في الاستثمار الحية أطلقناها في خلال الفترة الماضية كلها الحية في خلال العام الأخير الخاصة بتفعيل حوافز قانون الاستثمار الحوافز الخطرة وصناعة السيارات واستراتيجية صناعة السيارات حوافز استثمار في القطاع الصحي لتنظيم موضوع الاستحواز والاندماج وإعفاء 19 قطاع صناعي من ضريبة العقارية أن الدولة هي التي ستدفع هذه الضريبة بنيابة عنهم لمدة ثلاث سنوات في تعزيز المنافسة وفتح مجالات جديدة وخلينا نتكلم بمنتهى الشفاثية والوضوح هناك شكاوى أن هناك منافسة حيادية وأن هناك تزائد مزحمة لقطاع الخاص في عدد من القطاعات وأن القطاع الخاص بيطالب أن يكون هناك رؤية واضحة من الدولة تجاه دورها حيبقى في الاقتصاد فعشان كده قعدين وثيقة سياسة الملكية والنهاردة هذه الوثيقة بتؤسس لموضوع ما هو دور الدولة وحيبقى شكل رؤية توجد الدولة في الفترة القادمة وتعظيم موضوع الحياة التنافسي رجعنا الإشراف المباشر لجهاز حماية المنافسة لمجأة الرئيس الوزراء حتى نضمن عملية الحياة التنافسي ونشتغل على هذا الموضوع وهذه وثيقة سياسة الملكية التي ستناقش بكرة بإذن الله في أول جلسات المؤتمر صباح لكن في نفس الوقت الدولة اشتغلت على تطوير البنية الأساسية والمناطق الاستثمارية والمناطق الحرة والمناطق الصناعية حتى تتيح هذا كله القطاع الخاص وأيضا الحقيقة الدولة بدأت منهج ممكن يكون صعب عليها ولكن مهم جدا وهو أننا نبني بنفسنا لأن كان بنجد أن صغار ومتوسط المصنعين بيعانوا من عملية البناء والحصول على الترخيص فأنشأنا 17 مجمع صنوعي بـ 5000 مصنع بتكلفة 10 أو 2 من 10 بحيث يقدر المستثمر الصغير يأخذ المصنع مباشرة ويأخذ معه رخصة التشغيل من غير ما يدخل على الإجراءات البيروقراطية وده اللي خلى الـ OECD الحقيقة بيقول أن الدولة ركزت في الفترة اللي فاتت على العديد من الإصلاحات علشان تصلح هذا الموضوع لكن والحمد لله يمكن في آخر سنة تبقى للبنك المركزي لأول مرة الاستثمار الخارجي المباشر يعود إلى أرقام كبيرة اقتربنا فيها من 9 مليار دولار لكن الحقيقة أنا بعترف عندنا مشكلة في التواصل مع مجتمع رجال الأعمال بالرغم من الدولة خدت كل القرارات دي والإجراءات دي وأعلننا عنها وعملنا بيها مؤتمرات صحفية ونزلناها في المواقع واتكلمنا عليها في البرامج الحوارية ولكن لما جئنا نعمل استطلاع رأيي مع 2500 منشأة صناعية في اليومين اللي قبل المؤتمر فجئنا أن أغلب هذه المنشآت ليست على علم بكل هذه الإجراءات اللي خدتها الدولة وبالتالي هناك مشكلة في التواصل ومحتاجين من حضراتكم أنكم نتفق مع بعض على طريق أن إحنا إزاي يبقى فيه تواصل أكثر وأنكم تعرفوا كل الإجراءات ويبقى حتى مناقشات دائمة وأتمنى من خلال الجلسات الحوارية نضع منظومة معا بحيث كل الإجراءات اللي بتاخدها الدولة تبقى بتصل إلى أصغر مصنع أو مستثمر عشان يعرف هذه الإجراءات بختتم يعني الجزء الخاص بالعرض طب إحنا رحينا على فين في ضوء الواقع اللي إحنا شفنا مصر عدت في الفترة اللي فاتت وخلينا نركز على آخر خمس عشر سنوات بخمس أزمات اقتصادية كل واحدة منها كانت كفيلة بإسقاط وانهيار أي دولة 2011 2013 2018 كان أزمة أسواق نشأة وبعدين كوفيد وبعدين الأزمة الروسية الأوكرانية لكن الحمد لله مصر بالرغم من كل ده دخلت في مركز قوي على نحو استثنائي يمكنها في فترة كورونا إنها تقاوم وتنجح في الخروج ولكن بتكلفة نعم بتكلفة ولكن قدرنا إننا نخرج وحققنا نسب نمو موجبة بالرغم من إن أغلب دول المثيلة لنا في المنطقة كانت بتنمو في هذا الوقت بنمو سالب نحنا النص الأول من 21-22 وصلنا نسبة نمو 9% نسبة عمر مصر حققتها ولكن كان ده كله بيدينا مؤشر إن هناك تعافي جت الأزمة الروسية الأوكرانية للأسف وعملت علينا زي كل دول العالم ضغوط كبيرة جدا كان عندنا تعافي في كل الإرادات وفي الصادرات المصرية حققنا أعلى أرقام ونجت يعني ده كانت آخر تصريح من الفينانشال تايم إن مصر نجت من الإنكماش العالمي أفضل بكثير بالمقارنة بعدد من الدول وإنها يعني الاقتصاد قادر على المقاومة ولكن طبعا الأزمة العالمية والتحدي الكبير جدا للعالم كله بيواجهه مصر جزء منه إن ده أبطأ معدل للنمو الاقتصادي على مستوى العالم من 40 سنة أعلى معدلات تضخم العالم بيشوفها تشديد نقدي وارتفاع على أسعار فايدة وخروج رؤوس الأموال إحنا في مصر خرجت يعني فوق 25 مليار ويمكن سيد محافظ سيقول في جلسته كام خرج في شهر واحد رؤوس الأموال ما يطلق عليها الأموال الساخنة تفاقم معدلات المديونية العالمية على مستوى العالم وبالتالي إحنا كنا حرسين وإحنا بنعد المؤتمر عشان نضع الأجندة بتاعته إن نرصد ما يكتب على مصر سواقف الخارج وعملنا كمان يعني وجدنا إن هناك تكتب في شهرين فقط على مصر 1424 تقرير ومقالة بتكلم على مصر وأوضاع مصر قرناهم كلهم عشان نعرف العالم يتكلم علينا كيف لكن عمالنا ستطلع رأي مع مجتمع الأعمال 1600 منشأة قالوا إن دي أهم مشاكلنا دلوقتي معوقات التصدير تيسير الإجراءات زيادة فرص التصدير زيادة الإنتاج المحلي وزيادة فتح المصانع معوقات الاستيراد زي ما حالكم شايفين وقريين كل واحدة بنسب نحن نقدر نلخص أزمتنا في مصر في مجموعتين من التحديات التحديات فرضتها علينا الأزمة العالمية السيولة النقدية الأجنبية التضخم وارتفاع مستويات الأسعار زيادة حجم المدينية وبالذات الدين الخارجي ونقص مستلزمات الإنتاج دول اللي بنقدر نقول عليهم الفوكس اللي عايزينه للخروج من الأزمة على المدى القصير نتحرك فيهم ازاي ودول اللي احنا مخصصين جلسات عشان تناقش هذا الموضوع ولكن خلينا نعترف إن مازال قدامنا تحديات هيكلية مزمنة في اقتصادنا بعدها يمكن راجع لـ 82 موضوع ارتفاع معدلات الزيادة السكانية انخفاض مشاركة القطاع الصناعي ليست بالرغم من التقدم الكبير والتصدير اللي بيحصل لكن مازال ليس على المستوى المقمول الدين الخارجي وحنتحرك فيه ازاي استمرار عجز الميزان التجاري تضاقل نسبة الاستثمار الأجنبي بالمقارنة بالناتج هو صحيح زاد ولكن مازال أقل من المفروض يبقى نسبة من الناتج المحلي وتزبزب مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الحقيقة لكل واحدة من دول في جلسات ستتكلم عليها الدولة وضعت مستهدفات محددة هدفنا من خلال الجلسات أن حضراتكم كل مسؤول يتكلم كمقدمة يعرض رؤيته ولكن نترك المجال الأكبر لكل الخبراء ولكل السياسيين والاقتصاديين أن يساعدونا في التوافق على خارطة طريق واضحة لكل هذه المشاكل لدينا مستهدفات بنشتغل عليها زيادة الصادرات لـ 100 مليار زيادة إيرادات السياحة لـ 30 مليار دولار برنامج النهاردة في اللمسات الأخيرة إن شاء الله لبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي قليات متنوعة حطنها لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتتشين يعني الحقيقة المفروض طبعا يعني كان سيادة الرئيس وجه أننا لا بد أن ننظر إلى حزمة من الحماية الاجتماعية لكي تستمر الدولة في حماية المتأثرين بأي أعباء اقتصادية فهتبقى دي أحد أهم النقاط اللي حنبقى بالنقشها ونشوف في إطار توجيه فخامة الرئيس إزاي نتحرك فيها وإزاي إن إحنا نضمن التغلب على الأزمات والسياسات اللي موجودة النهاردة التوسع في تمويل مشروعات قومية من خلال آلية الشراكة مع القطاع الخاص الدولة يقنها النهاردة إن إحنا قمنا بالبنية الأساسية اللازمة وبالرغم إنه هناك مشروعات قومية ما زالت على الطريق ومحتاجينها ولكن إحنا بنطرح من خلال هذا المؤتمر وهذه المنصة الفرصة للقطاع الخاص إنه يشارك الدولة بقوة في تنفيذ هذه المشروعات ودي حلحية حننقشها من خلال العديد من الجلسات اللي حتبقى موجودة تطوير البورصة والأسواق المالية هناك جلسة خاصة بهذا الموضوع تعميق الصناعة وده شغلنا الشاغل وتوفير مستلزمات الإنتاج والعمل على إلغاء الاعتمادات المستندية زي ما فخمت الرئيس وجه في خلال الفترة قصيرة المقبلة كل دي النهاردة إجراءات الدولة المصرية حتنقشها وبقوة في المؤتمر إزاي إنه نحن نمكن أكثر القطاع الخاص لدينا رؤيتنا ولكن الأهم إنه نستمع ونتوافق مع بعض في آخر المؤتمر حولي اختتم إنه نحن هدفنا من هذا المؤتمر إنه نحن ما نتجدلش على الماضي ولكن الأهم إنه نحن نحاول إنه نتفق معا على خريطة طريق واضحة لأهم قطاعات الاقتصاد المصري عشان تترجم الخطة التنفيذية تسهم في استمرار واستقرار دولتنا وإنها تتبوأ مكانتها التي تستحقها ضمن الدول المتقدمة إن شاء الله أنا أشكر حضراتكم مؤسف على الإطار